أحسن الله لكم فضيلة الشيخ الحقيقة أمامي سؤال يرجو الأخ السائل يقول أطلب من الشيخ حفظه الله أن نستأنس بتوجيهه فهذا الموضوع هو عن أهمية الكلمة وكتابتها في حياة المسلم فضيلة الشيخ صالح يقول في وقت الحاضر كثرت وسائل الاتصالات للصغير والكبير الكمبيوتر والأنترنت ووسائل أخرى أصبح الناس يسهمون بذلك في الغطي والسمين وأصبحنا نسمع عن كتابة التغريدات أرجو من فضيلة شيخنا العلام الشيخ صالح الفوزان أن نستأنس بتوجيه منه حول هذا الموضوع ليس ببعيد عن الآية التي مرت اعملوا ما شئتم هذا التهديد فهؤلاء الذين يغردون بالإلحاد والكفر وبمثبت أهل العلم وأهل الخير والمؤمنين ويتنقصونهم الله جل وعلا مطلع على أعمالهم ويحصيها عليهم ملائكة في الحفظة وسيجاوزون بها يوم القيامة فهذه التغريدات وهذه المقولات لا تذهب سدأ ولا تطير في الهواء محفوظة مدونة سيحاسبون عليها يوم القيامة لا سيما إذا كانت من الإلحاد في آيات الله هذا أشد أو كانت في ظلم العباد والتجني عليهم وتنقص أهل الإيمان فإن الله جل وعلا قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون فالله جل وعلا ليس بمهمل لهؤلاء فعلى المسلم يتقي الله ولا يتكلم ولا يكتب ولا يقرأ إلا ما فيه خير له في دينه ودنياه ولا شك أن هذه الوسائل التي جدت وتنوعت أنها من الابتلى والامتحان فالمسلم ينظر إلى موقفه أمام الله سبحانه وتعالى ولا ينساق مع هذه الفتن وهذه الوسائل لا يهلك نفسه ويورط نفسه ما دام أنه على قيد الحياة عليها أن يختار لنفسه الطريق الصحيح طريق النجاة طريق السلام طريق الجنة لأنه لا يدوم على هذه الحياة أيامه قليلة خطواته معدودة أنفاسه معدودة فعليه أن يتذكر هذا وأن لا يكتب ولا يقرأ ولا يستمع إلا ما يسره يوم القيامة من الخير ومن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ المفيدة وعليه أن يقرأ الكتب المفيدة والأقوال المفيدة ولا يقرأ ما هب ودب ثم يتأثر بذلك نعم